السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآهلا وسهلا بكم ومرحبا في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سلام هنتكلم عن الجزئية التانية من شبط الرقم 3 وهي تعريف الكومبوزيت ماتيري الكومبوزيت ماتيري في الحقيقة في عدة تعريفات الكومبوزيت ماتيري واحد منهم في منطقة البساطة بيقول Hard phase embedded in soft matrix لأن الكومبوزيت ماتيري في الحقيقة عبارة عنه عبارة عن matrix زائد reinforcement وreinforcement بالغالب تكون مادة Hard اللي تنهم مع بعض يدوني كومبوزيت ماتيري ده تعريف بسيط جدا لكن في إيه تعريف تاني أكثر يعني توضيحا وتفصيلا بقول الكومبوزيت ماتيري is a material system composed of two or more macro constituents that differ in shape and the chemical composition which are insoluble in each other يعني بلغل هو وجود متراكب من مادتين أو أكتر على مستوى الماكرو يعني على مستوى أن هما تحت الميكروسكوبي يباني مختلفين في الشكل مختلفين في الكيميكا الكمبوزيتشن وفي شرط أن هما ما يدبوش مع بعض ولا يتفعلوا مع بعض طيب يمكن مثل بسيط جدا ممكن نكون بنشوفه الكمبوزيت ماتيريال الخرصانة المسلحة أنا شايف الحصة فيها شايف حديد التسليح لا الحصة داي في حديد التسليح ولا حديد التسليح داي في الحصة ومع ذلك الاتنين مكونيني مع بعض الكمبوزيت أو الخرصانة المسلحة أو ممكن بشكل عام نقول الكمبوزيت والماتيريال فورميز اكونتينو اس ماتريكس وايل زا ازار ورفايد زا رينفورسمنت يعني هو الكمبوزيت في المنتقى البساطة عبانة عن ماتريكس والنفورسمنت زي ما قلنا ده تعريف بشكل عام أو مفهوم بشكل عام